بعد تأهيل محطة أربيل وتشغيلها قبل سنة طورت شركة ميدل إيست باور التابعة لمجموعة تحسين خياط وأهلت محطة كهرباء دوهوك وهي المحطة الثانية التي تفتتحها الشركة في إقليم كردستان رئيس مجلس الإدارة كريم خياط والمدير التنفيذي بشير الخشن قدم درع الشركة عربون تقدير لوزير الكهرباء في الإقليم المهندس ياسين شيخ أبو بكر ماوتي الذي أثنى على الدول الذي تلعبه الشركة في دعم قطاع الكهرباء وتطويره وشرح عن مشاريع الوزارة المستقبلية في الإقليم من أجل توفير التغذية الشاملة وتحدث مدير المشروع المهندس يحيى مولود عن مسئولية الشركة الاجتماعية التي توظف عددا مهما من المهندسين والفنيين أما المدير العام لكهرباء دوهوك المهندس كمال صالح فقد تحدث عن مشاريع التطوير في المحافظة لتوفير الكهرباء وسلامة الشبكة طبعا مجموعة تحسين الخياط لها سنين بإقليم كردستان بشكل خاص وبالعراق بشكل عام وجزء من توسعنا بمجال الأعمال بكردستان توجهنا نحو قطاع حيوي جدا وهو قطاع الكهرباء قطاع الكهرباء ابتدينا شغل فيه بنهاية عام 2010 والحمد لله نجحنا نحن الشركة اللبنانية الوحيدة اللي هي بتنتج كهرباء بالعراق وبإقليم كردستان الشركتنا صار عندها محطتين محطة بإربيل تدأنا الإنتاج فيها من بداية العام والمحطة البدوهوك هي اللي شهدنا الافتتاح لإلها حسب العقد المبرم بين وزارة الكهرباء والشركة في الحقيقة تم افتتاح المحطة دوهوك بعد إكمال محطة 29 ميجاوات في محافظة أربيل المحطات اثنين محطة أربيل ومحطة دوهوك كانوا خارج العمل لمدة أكثر من خمس سنوات من خمسة إلى ست سنوات بسبب المشاكل الفنية والإدارية هذا العمل مكان سهل بحكم عمر الريسيبريكيتينج انجينز اللي هني موجودين بهذه المحطة وبحكم الفترة اللي كانت فيها المحطة متوقفة عن العمل المحطتنا كانت متوقفة منذ سنة 2007 بسبب نقص المواد الاحتياطية والأعطال اللي حدث في الوحدات الرئيسية في المحطة حيث الآن أصبحت المحطة جاهزة على مدارسها وتجهز طاقة كهربائية وقاموا بتجديد وتحديث أجهزة كونترول كونترول وذلك بقصد زيادة الكفاءة وتقليل كلفة الإنتاج وهلأ بعد ما قعدنا إعادة تأهيل هدول المحطتين نحن رح نكون مسؤولين عن الإدارة والصيانة للمحطتين لسبع سنوات للأمام والآن المحطة تعمل طبعا متكونة من أربع وحدات وكل وحدة تعمل بست ميجاوات تنتج ست ميجاوات أي المجموع ستة واربعين ميجاوات أضافت إلى شبكة دهوك أو بالإحراء إلى شبكة كردستان لأن شبكة كردستان كلها مرتبطة ببعضها ومن الأكيد أنه اليوم شركتنا بإدارتها اللبنانية بمهندسين لبنانيين عم نقدر نير جزء كبير من الأقليم بالوقت اللي نحن لما مننزل على لبنان منعيش بالعتمة كنا أكيد منتمنى وأنا شخصياً بتمنى أنه نكون قدرين نعمل شيء من هيدا النوع بوطننا بس مجبورين نعملوا برا لأن هذه المجالات أبداً مش مفتوحة لليوم بلبنان بسبب كل الصراعات السياسية والخلافات الموجودة إذا أقرت الحكومة الـ IPP القانون يلي بيسمح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء مشلت الكهرباء في لبنان بتنحل بفترة لا تزيد عن 18 شهر يلي هي فترة بناء المحطات وتلى الاحتفال حفل غداء للحاضرين الكبار وموظفي الوزارة والشركة